في سياق آخر استعرض مدبولي مشروع تطوير وتحديث البنية الحيوانية والنباتية والأثرية والترفيهية لحديقتي الحيوان والأرمان بالجيزة وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء تطلع الحكومة إلى إعادة إحياء الحضائق وتعزيز دورها كمناطق مفتوحة ومصحات خضراء داخل المدن تعد متنفسا للمواطنين ذلك وفقا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على تطوير الأصول المملوكة للدولة من حضائق ومتنزهات في نطاق القاهرة الكبرى ووجه مدبولي بأهمية أن يتم الحرص على الحفاظ على المسطحات الخضراء خلال تنفيذ أعمال التطوير مكلفا بصياغة التصور النهائي وتفاصيل التمويل والعائد لهذا المشروع والعرض على مجلس الوزراء مع إعداد مذكرة تفاهم بشأن تنفيذ هذا المشروع بين الجهات المعنية